الهجرة ظاهرة عمل المغرب بشكل مكثف على اتخاذ مجموعة من التدابير والعمل على استراتيجيات لاتفاعل الإيجابي معها وفي هذا السياق نظمت بالرباط ورشة خاصة بمشروع تنزيل سياسة الهجرة على المستوى الجهوي هذا المشروع مشروع ديبومي وهو تنزيل سياسة الهجرة على المستوى الطرابي ووحدة آلية من الآليات التي تشتغل عليها في جهة الشرق والتي عندها علاقة بإدماج تيمة الهجرة في البرامج والسياسات ديالهجرة على المستوى الطرابي وشدد مسؤولون الجهويون بالمغرب على أهمية تسهيل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين وإدماج بعد الهجرة في التخطيط الجهوي إحدى النقاط المسطرة ضمن المشروع الذي انطلق العمل عليه سنة 2020 كثمرت شراكة مع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي تم وضع جوجة استراتيجيات وهو استراتيجيتين متكاملتين ومندمجتين للسياسة أو الاستراتيجية الوطنية للهجرة والوجوء استراتيجية الوطنية لمغارب المقيمين بالخارج وكان اللقاء فرصة للتطرق لمواضيع مختلفة من قبل الحكامة المتعلقة بالهجرة على مستوى الجماعات الترابية وإدماج مواطني البلدان الأخرى وتعبئة المغاربة المقيمين بالخارج من أجل تنمية الترابية وحركية الشباب وهي مواضيع ذات راهنية على المستوى الدولي كما الوطنية ترجمة نانسي قنقر